وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تسمن محفل البريكس بلاس باعتبره منصة لدفع التعاون والتعزيز التشاور بين تجامع البريكس ودول الجنوب وخلال كلمته بقيمة تجامع بريكس المنعقدة بمدينة قازان الروسية أكد رئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية تعظيم الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتكون أكثر قدرة على تعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر بما في ذلك النفاذ لتمويل المناخ تثمن مصر محفل البريكس بلاس باعتبره منصة لدفع التعاون وتعزيز التشاور بين تجامع البريكس ودول الجنوب وفي هذا الإطار أود الإشارة إلى النقاط التالية أولا أهمية تعظيم الاستفادة من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتكون أكثر قدرة على تعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر بما في ذلك النفاذ لتمويل المناخ وأنا أؤكد على الدور المهم لكل من بك التنمية الجديد والبنك الأسيوي للإستثمار في البنية التحتية في توفير التمويل اللازم والميسر للدول النامية لتنفيذ المشروعات التنموية في قطاعات متعددة ثانيا ضرورة استثمار اجتماعات البريكس بلاس لتعزيز التعاون جنوب جنوب وتكسيف تبادل الخبرات في مختلف المجالات فضلا عن تنفيذ مشروعات مشتركة لتحقيق المنفع المتبادلة وأود في هذا المقام أن أؤكد استعداد مصر لمواصلة جهدها لتنفيذ العديد من مشروعات التعاون الفني وبناء القدرات مع الدول الراغبة في ذلك ثالثا أهمية استمرار التعاون والتشاور بين الدول النامية لضمان الحفاظ على فعالية المنظومة الدولية متعددة الأطراف والتصدي بشكل جماعي لمحاولات فرض سياسات أحدية ومنفردة بما يضرب بمصالح دولنا